الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج المبارك مع هذه الوجوه المباركة في هذه الشاشة المباركة وأسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يوفقنا وإياكم للطاعات ويجنبنا الذنوب والمعاصي والسيئات إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا ويقينا لك يا رب العالمين حريم بنا أيها الإخوة أن نتدارس في هذه الحلقة المباركة ونتدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول عليه الصلاة والسلام إن ربكم حيي إن ربكم حيي ويستحي أن يرفع عبده يديه إليه ثم يردهما صفرا خائبتي هذا يبين لنا على أن لا يسجر العبد من كثرة الدعاء أن لا يمل بمعنى أن لا يمل في كثرة الدعاء وهذا يذكرنا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ هذا الحديث وهذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يرويه عن ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه على أهمية أن الله عز وجل هو الرازق أن الله عز وجل هو الموفق أن الله عز وجل يسمع النداء ويسمع الدعاء هذا الحديث رواه أبو ذر الغفاري أبو ذر جندب ابن جنادة الغفاري صحابي جليل وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام قيل أنه رابع أو خامس رجل أسلم في الإسلام وأحد الذين جهزوا أو جهروا بالإسلام وهم في مكة ويذكر أنه لم يسجد لصنم في الجاهلية روى أكثر من حديث مئتان وواحد وثمانين حديثاً عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأشهر طلابه ذلك الصحابي هو أنس بن مالك وكما ذكر الإمام الذهبي أيضاً كان زاهداً عالماً فقيهاً قارئاً للقرآن توفي في السنة الواحد والثلاثين من هجة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي لما توفي صلى عليه عبد الله بن مسعود هذا له قصة عجيبة كان النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يذهب ويخرج إلى تبوك غزوة تبوك دعا الناس فخرج جمع من الناس والصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله فلان تأخر فقال عليه الصلاة والسلام دعوه إن يكن فيه خير فسيلحقكم الله به وإن يكن غير ذلك فقد كفأكم الله شرة ثم قالوا يا رسول الله وفلان وفلان فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوهم إن يكن بهم خير فسيلحقكم الله بهم وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منهم هذا أبو ذر لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه وأخذ متاعه وجعله على بعيره ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما سار النبي عليه الصلاة والسلام فترة من الزمن أوقف الجيش حتى يستريح وأبو ذر يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعيره هزيل ضعيف ذلك البعير فترك بعيره وأخذ متاعه وجعله ووضعه على ظهره ثم ذهب يمشي وحيدا يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فمكث النبي والجيش للإستراحة فقالوا يا رسول الله هناك رجل من بعيد ينظرون إليه رجل متاعه على ظهره فقال النبي عليه الصلاة والسلام كن أبا ذر كن أبا ذر فترى الصحابة وكل ينظر من هذا الرجل حتى رأى أحدهم أبو ذر فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله هذا أبو ذر صاحب رسول الله يقول هذا أبو ذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده انظروا لم يتأخر لأمر خاص أو لأمر كالمنافقين ونحوهم لا إنما تأخر ربما لأمر أصابه ومع ذلك لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام ولما رأى أبو ذر أن بعيره هزيل لا يسرع في المشي ترك هذا البعير وكان قديما يحتاجون إلى هذا البعير في سفرهم وفي يعني إقامتهم ونحوها لكنه تركه لله تبارك وتعالى وأخذ متاعه وجعله على ظهري ثم لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام نقف عند هذا الفاصل اليسير بتوفيق العليم القدير حياكم الله أيها الإخوة والأخوات لازلنا وإياكم في هذه الحلقة المباركة على شرح يسير إلى هذا الحديث وترجمه يسير إلى ذلك الصحابي أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أبو ذر يمشي وحده ويموت وحده وتمر الأيام على هذه المقولة وتمر الأعوام على هذه المقولة وينفى أبو ذر إلى الربذا ويكون معه زوجته وخادمة وتحل به سكرات الموت ثم يقول لزوجه ولخادمه إذا أنا مت فغسلوني وكفنوني وضعوني على قارعة الطريق فأي ركب يمر من هنا قولوا هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعينونا على دفنه ويأتي بن مسعود في رهض من العراق ليعتمروا يذهبون إلى مكة ما راعهم إلا تلك الجنازة على الطريق كادت الإبل أن تطأها هناك قام خادم أبو ذر فقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعينونا على دفنه هنا نزل بن مسعود من بعيره وهو يبكي وهو يقول رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي وحدك وتموت وحدك انظروا إلى ذلك الفضل لهذا الصحابي وهذه المنزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام هذا يبين لنا على الصدق في ذلك الصحابي الجليل ولذلك توكلوا على الله الدعاء إلى الله اللجوء إلى الله ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها ثلاث إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها الله عز وجل له في الآخرة وإما أن يصرف عنه السوء بمثله قالوا يا رسول الله إذن نكثر من الدعاء قال الله أكثر ولذلك ينبغي للمسلم أن يهتم بهذه العبادة ولا يستعجل فيها أدعو 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 فلا يستجاب لي ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله كيف يستعجل قال يقول دعوت ربي دعوت ربي دعوت ربي فلم يستجب لي فيتحسر على ذلك ويترك الدعاء لذلك يهتم المسلم إلى هذه العبادة يكثر من الدعاء إن الله عز وجل حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من أهم الأمور التي علمها لنا أن يبدأ بالدعاء بالثناء على الله عز وجل بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم ثم يدعو بما شاء ويختم الدعاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك هناك أفضل أوقات في استجابة الدعاء يعني في أوقات يستجاب بها الدعاء لا ريب بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال الله إن هو إلا وحي يوحى أول هذه الأدعية أو أول هذه الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء هو الدعاء في الثلث الأخير من الليل وهذا هو العبد الموفق الذي يقوم في هذا الوقت المبارك لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له هذا الوقت الأول الوقت الثاني الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة إثنتا عشرة ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله إلا آتاه إياها ثم قال فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر أي قبل الغروب وقت مستجاب في البيت ليس شرطا يكون في المسجد ربما في البيت آخر ساعة قبل أذان المغرب يوم الجمعة فيرفع يديه ويدعو بما شاء هذا وقت مستجاب أيضا من الأوقات المستجابة الدعاء في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء أيضا من الأوقات الدعاء بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة يقول عليه الصلاة والسلام أيضا الدعاء للغير بظهر الغيب وهذه من الأمور والحقوق بين الإخوان دعوة المرء أو دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب يقول عليه الصلاة والسلام فما أعظم الأوقات وما أحب الدعاء إلى الله تبارك وتعالى بهذا القدر نكتفي وإلى لقاء آخر نلتقي إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر